نعود مجددا إلى ليو بليانا وسلام كيالي مراسل الغد سلام نسأل عن الدول الأوروبية التي ترحب باستقبال اللاجئين الأفغان والدول الأخرى التي ترفض استقبالهم نعم هناك انقسام عمليا داخل دول الاتحاد الأوروبي بخصوص هذه الأزمة على سبيل المثال فرنسا ترحب بشكل رأيب فرنسا على المستوى الرسمي ترحب أيضا بالنسبة لإسبانيا التي أعلنت عن قبولها استقبال معظم اللاجئين أو العاملين داخل بعثات أو بعثات الناتو و بعثات الاتحاد الأوروبي ومن ثم سيتم توزيعهم إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا أيضا تشجع على هذه النقطة باعتبار أن هناك حالات إنسانية ولكن هناك دول ترفض على سبيل المثال سلوفينيا التي دعت للاجتماع الثاني هذا بالمناسبة هو الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي يجري خلال عشرة أيام الاجتماع الماضي كان في الثامن عشر من هذا الشهر هذا هو الاجتماع الثاني لمزراء الداخلية لتباحث هذه الأزمة أيضا بولغاريا ترفض رومانيا على المستوى السياسي في إيطاليا سلوفينيا رأي وزير الداخلية السابق يرفض استقبال اللاجئين من الأساس وأيضا المستشار النمساوي يرفض هذا الموضوع باعتبار أن بلاده عانت من موجات اللاجئين في الفترة الماضية هو يقبل فقط بوصول من عملوا في السابق مع بعثات الاتحاد الأوروبي أو مع بعثات الناتو وهنا قالت ييلفا جوهانسون وهي المفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ قرارات واحدة بهذا الخصوص خاصة أن هناك دول كبولندا على سبيل المثال رفضت استقبال اللاجئين القادمين بلا روسيا ولكن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا منذ أيام قالت فيه أن على بولندا ولتيفيا أيضا أن تستقبلاء اللاجئين وأن تدعمهم بالمساعدات الإنسانية والمادية حتى يتم إيجاد حلول لهم إذن هناك رفض هناك انقسام ولكن هناك محاولات للتوصل لتفاهم واحد بين الدول الأوروبية بالمناسبة جوزي بريل أيضا كان قد ألمح إلى إمكانية استخدام قانون الحماية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في العام 2001 وبالتالي هذا القانون يسمح بحماية مؤقتة لثلاثة سنوات للاجئين القادمين مناطق الحروب ولكن أيضا هناك رفض من قبل بعض الدول باستخدام هذا القانون أو بتمرير هذا القانون من جديد نعم حسين السلام